بسم الله الرحمن الرحيم الرياضة المالية الوحدة الثانية احتساب مدة الاستثمار بالأيام في الأمثلة السابقة كنا نعطي مدة الاستثمار فنقول استثمر شخص مبلغ خمس آلاف ريال على سبيل المثال لمدة كذا فإن مدة الاستثمار لا تكون معطاة وإنما يتم احتسابها بالاعتماد على تاريخ البدء تاريخ بدء الاستثمار وتاريخ انتهاء الاستثمار وهذا ما يضعنا أمام الحاجة إلى معرفة عدد أيام أشهر السنة الميلادية وطبعا السنة الميلادية تمتاز بأن عدد أيامها عدد أيام أشهرها ثابت فمثلا شهر واحد يسمى شهر يناير أو كانون الثاني عدد أيامه واحد وثلاثين يوم لا تختلف من عام إلى عام يعني مثلا عام 2010 يناير فيه واحد وثلاثين يوم و2011 يناير فيه أيضا واحد وثلاثين يوم و2015 يناير فيه واحد وثلاثين يوم شهر ثلاث واحد وثلاثين جميع أشهر السنة الميلادية كما هي أمامكم عدد أيامها ثابت باستثناء شهر فبراير الذي يكون إما ثماني وعشرين يوم أو تسعة وعشرين يوم شهر ثلاثين أو فبراير إما ثماني وعشرين وإما تسعة وعشرين يوم وذلك بالاعتماد على كون السنة كبيسة أو بسيطة طبعا شو المقصود بالسنة الكبيسة السنة أو السنوات الكبيسة هي التي يكون عدد أيام شهر فبراير فيها تسعة وعشرين يوم أما السنة البسيطة فهي تلك التي يكون عدد أيام شهر فبراير فيها ثماني وعشرين يوم طبعا بناء على عدد أيام شهر فبراير نلاحظ أن مجموع أيام السنة إما 365 يوم أو 366 يوم طبعا بالاعتماد على كون فبراير إما 28 يوم أو 29 يوم والسؤال كيف نحدد السنة الكبيسة؟ بمعنى كيف نحدد أنه في سنة معينة فإن عدد أيام شهر فبراير 29 يوم أو 28 يوم طبعا إذا كان شهر فبراير 29 فبتكون السنة الكبيسة السنة الكبيسة تأتي كل أربع سنوات وهي يعني هذه الطريقة التي نميز فيها السنة الكبيسة عن باقي السنوات وهي التي يقسم رقمها على أربعة بدون باقي فعلى سبيل المثال 1996 2000 2004 إلى آخره يعني كل أربع سنوات يعني لو أخذنا أي سنة يقسم رقمها مثلا 2000 على أربعة 2000 على أربعة 500 بدون باقي تمام؟ إذن سنة 2000 يقسم عددها على أربعة وبالتالي يكون شهر فبراير فيها 29 يوم مثال احسب المدة بالأيام بين 24-2-2008 و 27-9-2008 با المدة بين 13-1-2009 و 29-8-2009 جيم 24-4-2003 و 13-3-2004 إذن ألف طبعاً من لاحظ أنه المدة بين 24-2-2008 المدة بين 24-2-2008 و 27-9-2008 يدخل فيها شهر 2 فبراير أو جزء منه شهر 3 شهر 4 شهر 5 لغاية شهر 9 جزء من شهر 9 طبعاً كيف منحسب الجزء من شهر 2 شهر 2 ما معانا إلا من 24-2 يعني ما قبل 24-2 يحذف عدد أيام شهر 2 في عام 2008 طبعاً عام 2008 هو عام أو سنة كبيسة لأنه يقسم على أربعة بناتج مقداره 500 و 2 بدون باقي تمام حينئذن يكون عدد أيام فبراير في 28-29 يوم نستبعد منها أول 24 يوم لأنه ما دخلت في مدة الاستثمار يبقى من شهر فبراير ضمن مدة الاستثمار خمس أيام بالنسبة لشهر مارس ثلاث إبريل أربعة إلى آخره ما عندنا فيهم أي مشكلة لأنه عدد أيامهم كاملة يبقى لدينا شهر 9 شهر 9 مدة الاستثمار لم تكتمل لنهاية الشهر وإنما فقط لغاية 27 إذن 27 يوم من شهر سبتمبر دخلت في الاستثمار إذن مجموع الأيام هو خمسة بين هذين التاريخين مجموع الأيام بين هذين التاريخين هو خمسة زائد 31 زائد 30 زائد 31 زائد زائد 31 زائد زائد 27 المجموع 216 طيب نرجع للمثال اللي بعده 13 1 2009 29 8 2009 9 1 13 1 2009 29 8 2009 2009 طبعاً 2009 ليست كبيسة يعني إذا قسمنا 2009 على 4 يعطينا الناتج 500 واثنين واثنين والباقي والباقي واحد والباقي واحد طيب إذن السنة ليست كبيسة فبالتالي شهر واحد منيجي بنحسب من بعد 13 يعني 31 ناقص 13 من شهر يناير ما معنى إلا 18 يوماً شهر اثنين 28 يوم شهر ثلاث واحد وثلاثين لغاية شهر ثمانية شهر ثمانية ما اكتمل ولكن لغاية 29 من شهر ثمانية فإذن يدخل في مدة الاستثمار 18 يوم من شهر واحد 28 يوم من شهر اثنين وهكذا أما شهر ثمانية فيدخل منه 29 وعشرين يوم طيب المجموع هو 228 يوم المطلوب جيم المدة بين 24 4 2003 و13 3 2004 لاحظ انه هاي المدة تدخل في سنتين سنت 2003 وسنت 2004 فعندي شهر 4 في سنت 2003 مناخذ منه ما تبقى بعد الـ 24 يوم الأولى 30 ناقص 24 شهر 5 كامل 6 كامل 7 إلى آخره شهر 12 في 2003 كامل ندخل الآن على عام 2004 لاحظ انه شهر 2 من عام 2004 مدته 29 يوم لانه 2004 سنة كبيسة بتقسم على أربعة بناتج بقداره 501 وبدون باقي اذا مدت شهر 2 في عام 2004 29 يوم وليست 28 يوم اما شهر 3 من 2004 فمناخذ منه الثلاثة يوم الأولى لانه هي التي دخلت في هذه المدة فقط وانتهت المدة مع نهاية اليوم 13 من عام 2004 اذا جمعنا المدد من جميع الأشهر منحصل على مدة المدة المحصورة بين التاريخين 24 4 2013 3 2004 هي 324 يوم